ليس كل ما يلمع ذهباً وليست هذه الأبنية المشيدة والمراكز التجارية الكبيرة في العديد من المحافظات العراقية دليلاً على النهضة أو التعافي الاقتصادي فوراء الأكمة ما وراءها كما يقول العراقيون وللتقارير الغربية رأي أيضاً حيث يؤكد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي أن هذه الأبنية ليست ملكاً للشعب بل لفئة قليلة هي الطبقة السياسية المتهمة بالفساد ومن يقف معها ويشير المركز الأمريكي إلا أن ملايين الدولارات التي تنفق على بناء العديد من الأسواق الفخمة والمطاعم الضخمة في العراق هي باب للتورية على صفقات الفساد الحاصلة ومنفذ لغسيل الأموال واقع يبدو أكثر وضوحاً في محافظة البصرة التي تعيش فيها المتناقضات بين موارد كبيرة وطبقة غنية في مقابل سواد كبير من الشباب الذين يناضلون للحصول على فرصة عمل منذ شهور والمطالب تسوف ولا توجد أذان صاغية من الحكومة المحلية ولا حتى الحكومة المركزية وجهت خطابات من قبل الشباب لكن استمرت المطالب بالتسويف واليوم باقيين إلى أن يتحقق المطلب بقالة مدير مكتب التشغيل يجب توفير العمل لكل مواطن عراقي والعيش بكرامة هذه النقطة مفقودة للأسف في العراق والتعينات تحصل فقط للمحسوبية والمنسوبية والمنتمين إلى الأحزاب وإلاجات وهذا مما يجعل خلل مجتمعي هذا الخلل يظهر البون الشاسع بين العراق الذي تتحكم به الطبقة السياسية الحالية وتظنه حكرا عليها وتعد وتعد الشعب دون مائي تغيير وبين باقي فئات المجتمع وعلى رأسهم الشباب المتظاهر هؤلاء الذين يريدون عراقا آخر تسوده التنمية والعدالة الاجتماعية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة